قصف همجي لطائرات فرنسا الاستعمارية خلف امتزاج دماء الشهداء من الجزائر وتونس في احداث ساقية سيدي يوسف احداث يخلدها المخر جنوف الكلاش في فيلم الساقية وهو اول فيلم سينمائي جزائري روائي طويل بتقنية التحريك ثلاثي الابعاد برعاية وزارة المجاهدين قمنا بانتاج هذا الفيلم في العمل مستمر على انتاج هذا الفيلم فيلم الساقية فيلم روائي طويل بتقنية ثلاثي الابعاد حاولنا نستعمل جميع التكنولوجيات الجديدة المتاحة والتي هي محورية في الفيلم هذا وهي الذكاء الاصطناعي مبدعون شباب يؤرخون لماضي مجيد بتقنية حديثة هي تقنية تسخر لانجاز فيلم تاريخي مدته سبعون دقيقة سيكون فارقا في الانتاج السينمائي بالجزائر فيلم هذا حاولنا انه نمك جميع كفاءة جزائرية اللي مختصة في هذا الضمان في هذا المجال وراح يكون بإذن الله اول فيلم جزائري كفاءة جزائرية فيلم جزائرية روائي طويل بتقنية ثري دي مركزين على كفاءة جزائرية وقدرنا ان نستعملوا اخر تكنولوجيا اللي راهي في المجال هذا وراح نستعملوها بكفاءة والحمد لله وبإذن الله يكون فيلم في مستوى تطلعات المشاهدين العمل على المشروع راح يكون مكثف في الأشهر هذا ما اينا مدينا يعني كلمة لصاحب المشروع اللي هو وزارة المجاهدين باش يكون جاهز على الاقل كأقصى تقدير نهاية شهر الجويلية اينا راح يتم عرضه في قاعات السينما والمواطنين يعني مدعوين لشوفوا الفيلم هذا ويفتخروا بأول فيلم جزائري ثري دي أنيميشن هو عمل في طور الإنجاز سيعرض قريبا ليكون مسجا بين تاريخنا المجيد وقدرات شباب الجزائر الجديدة في الإبداع وتمكنهم من التقنية الحديثة في الصناعة السينما تغرافي